المهم تم ويبقى الأهم ده عنوان حلقة النهاردة من السادسة بداية طبعا تحياتي لكم أهل وسهلا بكل الأهلوية والعين على الجمعة اللي جاي الأهل والزمالك في نهاية كاس مصر لأول مرة في تاريخ البطولة نهاية تصديفه المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض العيون كلها والأنظار مش في مصر بس يمكن أقول في الوطن العربي كل الحقيقة تتجه للرياض لمتابعة نهائي تاريخي بيقام لأول مرة خارج مصر بين قطبي الكرة المصرية الأهل والزمالك مرحلة ما بعد التوقف كانت في منتع الأهمية ممكن اتفق معاك أن العرض انبارح ما كانش يعني على المستوى الأعلى وده ليمكن أسباب كتير جدا لكن لما تيجي تقيم المرحلة مرحلة ما بعد التوقف الأهل خاد خلالها أربع مباريات ما تعرضش فيهم لولا خسار منهم مطشين طبعا خارج الأرض مباراة شباب لوزداد ومباراة ميدياما الغاني في الجزائر وفي غانا على التوالي وبعد كيها مباراة في الدولة أمام البلدية قدم فيها الأهل عرض أكتر من رائع ثم مباراة مباراة أمام يونج أفريكانز الفريق العنيد خدوا بالكوا الفريق ده الحقيقة مش بالفريق السهل على الإطلاق وإذا كان يمكن الوجه الأبرز للكرة التنزانية في السنوات الأخيرة في أفريقيا كان سيمبا وبالفعل فريق محترم يعني لكن في تنزانيا القول الفصل دايما يونج أفريكانز يعني يونج أفريكانز فيه على مستوى المحلي في تنزانيا في السنوات الأخيرة على الأقل وخليني يكون محدد أكتر في الثلاث مواسم الأخيرة هو المسيطر على الكرة التنزانية وبالتالي فريق مش بالسهل ولا بالهين على الإطلاق وخد بالك أن فيه اعتبارات كتيرة جدا أعتقد أنها كانت في دماغ مارسل كولر مبارح وكمان بشكل لا إراضي كده في دماغ اللاعبين نمرة واحد طبعا هو فكرة أنك بتلعب على صدرت المجموعة بأقل مجهود والأهم من المجهود بأقل عدد من الخسائر وده حصل في مباراة مبارح نتيجة يمكن ما تعكس المستوى أو تطور الأداء اللي شفناه مثلا مثلا يعني والكرف التصعودي بداية من شبابلوز داد مورونا بميديام وصولا لبلدية المحلة لكن في نفس الوقت خد بالك أنه الاهتمام كله بشكل لا إراضي منصب على مباراة الجمعة اللي جاية وهي مباراة الزمالك فبالتالي يهمك الموتش دا تكسبه واحد بأقل مجهود اتنين بدون أي إصابات لقدر الله لأي لعب أو أي لعب يعني حد من سكواد من العناصر الأساسية ومبارح مستر كولر لو تبص على التشكيل الأساسية اللي بدأت المباراة كان واضح أنه ما غامرش أو ما خاطرش بشكل كبير بلعبة ممكن يبقى محتاجها في مباراة الزمالك لكن كل اللي ظهر مباراة الحياة ظهر بشكل مطمئن وخصوصاً اللي مشاركوش قبل كده بشكل أساسي يعني المباراة اللي عابلها على طول قدامة البلدية معلول ما لعبش أساسي صحيح نزل كبديل لكن ما خدش وقت كبير في المباراة مباراة معلول قدم جيم ولا أروع ومن وجه نظري هو كان نجم المباراة على كل الأحوال الحسابات تبدأ من النهاردة والتدريب والاستعداد كمان يبدأ من النهاردة النهاردة كان فيه تمرين صباحي للفريق طبعاً العناصر اللي عبت المباراة كانت تدريباتها استشفائية مش تمرينة كاملة لكن الأهم من ده زي ما حضرتكم شايفين كده لكن طبعاً بقيت العناصر اللي مشاركتش في المباراة كانت تمرينة كاملة الشناوي رجع صحيح لسه مشاركش في التمرينات يعني البرنامج اللي محتوط له بيكتفي بالجري حولين الملعب لكن موجود وجود الشناوي في التمرينة بصرف النظر عنه هيتمرن وعلاً مهم جداً وانت رايح على الصعب والصعب يبدأ من اللي جاي اللي جاي كله صعب سواء على مستوى نهائي الكاس سواء على مستوى دوري الأبطال اللي دخلت فيه في لفل الوحش تبتتكلم على ثمن فرق هيبانوا النهاردة بشكل كبير أو هيكتمل عقد الفرق المتأهلة النهاردة بشكل كبير خلاص عندك مجموعتين اتحسموا بشكل نهائي أول وتاني يانج أفريكنز في المجموعة الرابعة مازنبي أو سانداونز مازنبي في المجموعة التانية كده سانداونز مش في طريق المواجهة على أقل في دور التمانية عشان الناس اللي كانت بتقول لك في ناس كانت بتقول كده يعني إنه الأهلي يخسر المباراة عشان يتجنب مواجهة سانداونز مهم ما أعتقدش إن ده منطق الأهلي ولا الأهلي عمره فكر بكده ولا الأهلي بيدي حساب لفريق أكتر من فريق تاني كل اللي تأهلوا لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها فرق كبيرة سيكونت بتكلم على مازينبي يمكن مازينبي على مستوى الشخصية شخصية البطل وعلى مستوى الخبرة والتجربة أقوى من سانداونس صحيحة وتأهل تاني مجموعة لكن في النهاية فريق لازم تحطله